وإلى ألمانيا حيث أقامت منظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي وهي منظمة تركية تعمل في أوروبا فعاليات بمدينتي كولونيا وبرج كامن الألمانيتين للفت الانتباه إلى تعرض النساء المسلمات للتمييز في ألمانيا ذكرت وسائل إعلام أن عددا من أعضاء المنظمة وزع منشورات على المارة وعلى السياح أمام كاتدرائية كولونيا التاريخية حول تعرض النساء المسلمات للتمييز وتضمنت الفعالية استعراض زيادة حالات التمييز للنساء المحجمات في أوروبا خلال الفترة الأخيرة وأيضا تعرضهن لاعتداءات الإسلاموفوبيا أشرت الفعالية إلى التحديات والصعوبات التي تعتني النساء المسلمات في حياتهن الاجتماعية العادية وفي أماكن العمل وفي المؤسسات الحكومية بأوروبا بسبب ارتدائهن الحجاب وتعرضهن للتمييز لهذا السبب ومن المرتقب أن تواصل منظمة الرؤية الوطنية المجتمع الإسلامي التركية فعاليات إثارة الرأي العام الأوروبي على ما تتعرض له النساء المسلمات من تمييز في مختلف المدن الألمانية والأوروبية خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر